السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقتنا اليوم من الأخبار الفلكية عن انتقال المريخ من برج الحوت لبرج الحمل يوم الثلاثاء 30 نيسان إبريل طبعا انتقال المريخ من برج الحوت لبرج الحمل رح يكون الساعة ثلاثة واثنين وثلاثين دقيقة من عصر يوم الثلاثاء 30 أربعة ورح يضل بحركة أمامية في برج الحمل ليوم الأحد تسعة ستة تمام الساعة أربعة واربعة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج كوكب المريخ هو المسؤول بتأثيراته على الطاقة وعن نشاط والجراءة والقدرة الجنسية ولكن معروف المريخ انه شوي هو سلبي يعني هو أقل من زحل بدرجة ففي حال انه كان سلبي فهو شوي بضغط علينا بالعصبية رغم انه هو صفاته الشجاعة والإقدام وحب المنافسة والجراءة والاندفاع والطاقة للعمل والناحية الجنسية إلا انه في حال سلبيته بعض الجدل والقسوة والتسرع طبعا لما بنتقل كوكب المريخ من برج لآخر وهي دائما بنحكيها انه في تأثيرات أو شحنات أعمال عنف ومواجهات نيران تفجيرات وخصوصا في الأماكن المحتدمة أو الأراضي الحامية فهي بتكون أكثر المتعرضة لهاي الأمور ترتفع وطيرة التهديدات والعصبية والتهور أيضا بهاي الفترة طبعا بما انه الانتقال اليوم ثلاثين فمعناته بنا نحسب انه قبل بخمس أيام وبعد بخمس أيام هاي الفترة صعب جدا فإذا بدأ شيء بيستمر ولكن إذا انتهى معناته خلص ولا نسأل الله السلام للجميع فعشان هيك بتكونوا حذرين من العصبية العالية اللي بتكون موجودة عند كل الناس وبرضو هايز الانتقال دائما الوصل بالجريمة وبالنيران وبالمعادن كوكب المريخ هو المسؤول عن الجراءة والنشاط والحيوية والرغبة الجنسية وهو برضو بيمنح هاي الصفات خلال الأسبوع المقبلة لموليد برج الحمل اللي هو كوكبهم الأساسي برج المريخ بيستفيد معهم موليد الأبراج النارية والأيضا الهوائية يعني الأسد والقوس والجوزاء والميزان والدلو وكل شخص تواجد لما انولد ساعة ولادته المريخ في الحمل في برجه برج أو طالع واللي بيولد عادة وبيكون المريخ موجود عندهم بالحمل هذول أشخاص بيكونوا قياديين مندفعين في تصرفاتهم وبيكرهوا الروتين بيتميزوا بالجراءة والشجاعة والاندفاع نحو تحقيق أهدافهم وأيضا برغبتهم الجنسية القوية عشان نحدد سعادة ونحوسة المريخ أثناء وجوده في برج الحمل لازم ننظر للزوايا لأن الزوايا هي اللي بتحدد أنه رح يكون سعيد ولا منتحس أغلب الوقت ولا متقلب بالمزاج طبعا هو أثناء وجوده في برج الحمل رح يشكل زاوية وحيدة يوم ثلاثة خمسة وهي زاوية تزديس إيجابية بين المريخ وبين بلوتو يعني بتخفف شوي من الحدية بتجعلنا أحيانا نبدو خجلين ولكن ممكن نرد على أي شخص بثيرنا بعنف شديد بتدل على تحولات وتغيرات إيجابية في الجيش والأمن الوطني وبيتم التركيز على تطوير البنية التحتية لقطاعي الصناعة والصحة ومحاولة تطويرهم طيب خلينا نشوف إيش التأثيرات رح تكون على جميع الأبراج اللي هي بالفترة ما بين ثلاثين أربعة وتسعة ستة فعشان هيك بتكون تسمعوا برجكم وطالعكم عشان يعني تتأكد من المسألتين وتشوف إيش اللي بنطبق عليك أكثر برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بتكونوا تحاولوا تكونوا هادئين وتكونوا على طبيعتكم المريخ صحيح نحن رح يمدك بالطاقة والقوة والشجاعة والرغبة في تحقيق الذات وممكن تميل للمنافسة وتعيش فترة من الطاقة المتجددة في جميع الأصعدة ولكن بدك تنتبه أثناء تعاملك مع الآخرين من أحكامك القاسية والمتسرعة وتكون على حذر من أشخاص ما بتعرفهم ولا يعني حاول أنك ما تدخل في مواجهات أو مشاجرات مع أشخاص ما بتعرفهم أكثر شيء بيزعج موليد برج الحمل في هذه الفترة قلة الانضباط والعشوائية في التعامل مع الأشياء برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا عليكم الانتباه بشكل كبير من الأشخاص اللي بيحاولوا أنه يكيدوا لإلكم بالفترة القادمة أو ممكن يعني تقنعوا هيك يلبسوا قناع الصداقة والتقارب ولكن هدول الأشخاص يا إما بنصبوا لكم شرك من الخفاء أو بيكيدوا لكم أو بتآمروا عليكم فبدكوا تحذروا من كل تصرف غير محسوب النتائج ممكن أنك تقوم فيها وحاول أنك ما تبالغ في الطيبة والثقة فثم أشخاص من حولك لا يؤثق بهم وحاول أنك ما تنخدع في الوجوه الضاحكة الكثير هاي اللي بتحاول أنها تبين أنها مقربين منك وحاول أنك تركن بس للناس اللي بيحبوك إيجابيا بمنحك المريخ قوة الحدث والقدرة على معرفة الكثير من الخفايا وأكثر شيء بيغضب موليد برج الثور في هاي الفترة التهميش والفوضوية والعنصرية أيضا برج الجوزاء بالنسبة لما وليد برج الجوزاء بدك تنتبه عندما تتعامل مع أصدقائك وحاول أنك ما تحاول الظهور أو فرض الرأي بالقوة اجعل الحوار يدور في جو من الهدوء لأنه أنت معروف عن الجوزاء أنه متقلب بالمزاج بسرعة هائلة جدا في هاي الفترة أنت بتكون طباعك نزقة حساس جدا أحيانا ولكنك بحضورك الجميل بإمكانك التقرب من الأصدقاء أكثر حاول أنك تحل الخلافات بعيدة عن التوتر إيجابيا بمنحك المريخ القدرة على إظهار مواهبك الكبيرة والكثير من الفرص المالية أكثر شيء بيغضبك وبيضغط عليك بهاي الفترة التلاعب أو السخرية منك أو السطحية في التعامل معك برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا حريتك الكبيرة أو الذاتية أو اللي بتتمتع فيها ما بتعني أنك تكون متمرد على كل القوانين انتبه في هاي الفترة من علاقاتك أو في علاقاتك بالمسؤولين عنك في العمل أو ممكن يكون فيه نوع من أو أنواع الخلاف مع أم أو أب حاول برضو أنك تتفهم وجهة نظرهم فيما يتعلق فيك أو فيما يتعلق بالمحيط فيهم إيجابيا بيمنحك المريخ الإصرار والشجاعة والتحسن الصحي أكثر شيء بيغضب موليد برج السرطان في هاي الفترة الكذب والمراوغة وكثرة العتاب برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد على الرغم من وجود المريخ في بيت قوي جدا بالنسبة لإلك اللي هو بيت السفر والدراسات العليا إلا أنه عليك الحذر في هاي الفترة من كل الأماكن المجهولة بالنسبة لإلك والابتعاد عن الأشخاص الغرباء أو أماكن فيها نوع من أنواع الشبهة عليك الانتباه والتدقيق كثير خلال السفر أو التنقل الخارجي أو الدخول في عمليات تتعلق بالاستراد والتصدير وإحذر في العلاقات برضو الأكاديمية استكمل أوراقك بشكل جيد ادرس وجهز وما تعتمد على الحضوظ إيجابيا بيمنحك المريخ الجراءة والمغامرة والرغبة في الاكتشاف أكثر شيء بيغضب موليد برج الأسد في الفترة القادمة يعني عدم الالتزام بالقوانين والسطحية برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعاً بتكوا تنتبهوا بالفترة القادمة من كل علاقاتكم المالية المشتركة وحاولوا أنكم ما تدخلوا في أي شراكة مالية في هذه الفترة لأنها بتكون مبنية على اندفاع ورغبة يعني غير صحيحة حاولوا تزديد المتراكم عليكم من الضرائب أو المستحقات المالية الأخرى على الرغم من أنه الأموال اللي بتصلك بطرق مختلفة في هذه الفترة فبدك تنتبه برضو من نفسيتك ووضعيتك الصحية خلال هذه الفترة إيجابياً بيمنحك المريخ الرغبة في إظهار قدراتك الخفية ولكن اللي بيغضب موليد برج العذراء هو أنك تنتقده أو تحاول أنك تكذب عليه برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان وجود المريخ في بيت الشراكة بيجعلك متسرع ومتوتر في علاقاتك العاطفية حاول التعامل بطبيعتك الرومانسية اللطيفة وابتعد عن الإنفعال والأجواء العصبية للعزاب أو العازبين ما تحاولوا الارتباط أو الخطبة أو الزواج في هذه الفترة لأنها غير مناسبة عموماً شوي ممكن تعمل نوع من أنواع المشاحنات أو الغضب أو الانفصال إذا لأنه الاتفاق وعلى طبيعتك وعصبيتك وتقلب مزاجك بيعمل كثير شرخ التجار برضو بدهم ينتبهوا في علاقاتهم المشتركة التجارية العملية والمالية إيجابياً بيضعك المريخ أمام خيارات جديدة وحاسمة وأرضية مناسبة للانطلاق أكثر شيء بيغضب موليد برج الميزان في هذه الفترة الإهمال والغباء والتأخر في الموعيد برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعاً في خلال الفترة القادمة بدكوا تنتبهوا في علاقاتكم بزملائكم بالعمل مما يجعلك متوتر وبعيد عن التركيز المطلوب فبدك تكون حذر لأنه بيطلب هذا الموضوع منك تركيز عالي ممكن تعمد لفرض رأيك على زملائك وهذا الشيء ممكن يعرضك لمواجهة مع أحدهم انتبه أيضاً من المبالغة في تقدير قوتك الجسدية حاول أنك ما تحمل أشياء ثقيلة عشان ما تسبب الأذى لأسفل الظهر أو لظهرك أو لرجليك من الإصابات إيجابياً بيمنحك المريخ قوة وطاقة خلاقة وبتحسن من قدرتك على الصعيد الصحي أكثر شيء بيغضب موليد برج العقرب في الفترة القادمة الكذب والنفاق والظلم برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعاً بتكتنتبه في الفترة القادمة في علاقاتكم مع المقربين منكم لسيماً الأبناء والإخوة والعائلة عموماً لأنه ممكن اتميل لفرض رأيك بالقوة عليهم وهذا الشيء ممكن يسبب لك أو يسبب لهم الإزعاج حاولوا أنك تأخذوا الأمور بهوادئ أكثر حاول أنك ما تبالغ في تجربة حظك المالي برضو بالفترة القادمة حاول التخفيف من الضغوط هاي الفترة وما تراكم الأمور في قلبك إيجابياً بيمنحك المريخ رغبة بالانفتاح على الحياة الاجتماعية وتقديم الأفضل أكثر شيء بيزعج موليد برج القوس في الفترة القادمة الإلحاح والأمر الواقع برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعاً في الفترة القادمة بتكونوا تنتبهوا في علاقاتكم مع أفراد الأسرة وما تكونوا عصبيين وحاولوا التخفيف من مزاجيتكم الانفعالية في الفترة القادمة لأنها ممكن تسبب لك آلام في الرأس انتبه لصحة أحد الوالدين كون على طبيعتك المريحة وحاول تفريغ شحنات التوتر في شيء بتحبه وبدهم يحذروا أيضاً موليد برج الجدي من النيران والأدوات الحادة وخصوصاً الأشخاص اللي بيشتغلوا فيها الأمور وستات لبيوت إيجابياً بيمنحك المريخ انفراجات على الصعيد العائلي أكثر شيء بيزعج موليد برج الجدي في الفترة القادمة التجريح والاستهانة من قدراتهم برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو عليكم الحذر أثناء تنقلاتكم اليومية في الفترة القادمة ومن حوادث الطرق الطارية بسبب السرعة الزائدة أو القيادة في حالة من التوتر انتبهوا أيضاً في علاقاتكم مع أخوتكم أو أخواتكم وما تحاولوا أن تكونوا متسلطين أو ميالين للفرض الرأي ولا تدخلوا في تجارة غير مضمونة في الفترة القادمة والأشخاص اللي بيجهزوا لامتحان أو فحص أو مقابلة وخصوصاً امتحانات المدارس أو الثانوية العامة بدهم يدرسوا ركزوا بشكل كبير وما يتسرعوا بالإيجابة حتى بالمقابلات ركزوا وما تتسرعوا إيجابياً بيمنحك المريخ الشجاعة وسرعة البديهة والإقدام أيضاً أكثر شيء بيزعج موليد برج الدلو بالفترة القادمة التقيد أو التدخل في خصوصياتهم برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت الكثير من العموال في طريقها لإلكم ولكنها أيضاً ما رح تستقر طويلاً بين الأياد لأنك رح تكون مبذر في الأيام القادمة حاول أنك ما تدخل في أي معاملات مالية وبرضو إن كنت شخص أو تشتغل مع مؤسسة حكومية أو خاصة بدك تنتبه أثناء إدارتك للأمور المالية هذه الفترة غير مناسبة للقروض أو للبورصة أو للمراهنات أو المغامرات المالية وأيضاً بدك تنتبه من المحتالين إيجابياً بيمنحك المريخ ثقة كبيرة بالنفس وممكن تتجاوز بعض العقبات الطارية وبرضو ممكن تدخل بأمور كثيرة تجلب لك بعض المال أكثر شيء بيغضبك في الفترة القادمة أو بيغضب موليد برج الحوت القاء الأوامر عليهم أو الفرض والتقليل من كبرياهم هيك من كون انتهينا من حلقتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء